أهلاً بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة عندما يتسع الرطق على الراتق وكل على قدره فغلطت الشاطر بألف إبراهيم أهلاً بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس حلقة النهاردة من ملك وكتابة هي الحلقة 916 وبيبدأها المهندس عادلي عندما يتسع الخرق على الراتق خير هو فيه جزء عام للمناخ كله إن الثوب أصبح مهلهل وطريقة إن كنت عمال تير فيه بترقع فيه هو لن تصلح لن تصلح القماشة أصبحت بالية بالية والسليم إنك تجدد القماشة مش في الأفراد القماشة هنا أعني بها المناخ المحيط بمتخز القرارات نحن من نظامنا الكروي الجلسة مش الحلقة الماضية ولا أبلغه ولا أبلغه ولا أبلغه من سنين عملين نقول إن ما يحدث هي عشوائية كانت بتفرز بعض النجاح أصبحت بتهدم معظم النجاح وأصبح النجاح حتى غامض بلوش تفسير قوي إلا من شوية ظواهر إيجابية بتحاول تناضي لوحدها في الأندية الخرق هنا ما ينفعش فيه رفي غير وإذا كنت عايز تحل أنت تعرف الحل فين وأنا عندما أنت مين بقى من أول اتحاد الكرة وعلى رأسه هان يا بريدة على جديده يعلم يعلم الصح فين وإذا لم يفعله فهو لا يريد أن يفعله قوله نوحد لو حاول مهما كانت القرات صعبة أو مباشرة أو طالما نتتصق معه لواء الاتحاد الدولي إحنا كلنا غراه عايز تقضيها زمانتنا انتحور طيب مغطط الشطر بألف إن أصبح هذا النظام بيفرز إن أحيانا الرأي العام كاد يفرز نجوم مبالغ جدا في نجوميتهم ويهدي من نجوم مجتهدين بيمروا ببعض اللحظات الضعف ولا يدري أنه بهذا لا تحذي القرار السليم لا المبالغة في الإشادة صح ولا المبالغة في النقد صح ولكن ينبغي أن يكون كل على قدره ترجمة نانسي قنقر